موسيقى أهلا بكم تشييع شاعر كبير مضفر النواب يتحول إلى احتجاج ضد السلطة من قبل شباب غاضر موكب رئيس الوزراء يرشق بالحجارة ومن يقدر طبعا المفردات نذكرها بالجو مع ترديد عبارات تذكيرية واحتجاجية من قبير المطالبة بمحاكمة قتلة الشهيد هشام الهاشمي والكشف عنهم هذا الاحتجاج جسالته أو ما جرى من ممارسات استنكرها البعض واعتبرها غير لائقة بجنازة شخصية كبيرة مثل الفقيد مضفر النواب بينما يده البعض الآخر ووصفها بالاحتجاج السياسي والثوري الذي دأب عليه الراحل في مقارعة الظلم والاستبداد ومناهضة الفاسدين لكن المؤكد بين هذا وذاك أن الهو تتعمق يوما بعد آخر بين السياسين والشعب بسبب ثل سياسية أقل ما يقال عنها أنها أخطأت وأجرمت بحق هذا الشعب يجي يوم من رجل هنة يجي يوم من لمحز للأيام وثياب الصبر والرجل هنة يجي يوم الليمحز للأيام وثياب الصبر والرجل هنة يجي يوم الدرب يمشي بكيفة ياخذنا الوطن يجي يوم اللمحز الايام وثياب الصبر والرجلة هنة يجي يوم الدرب يمشي بكيفة ويردنا الوطن يجي يوم نفرق الغربة على العالم ملبس والحزن طاسات حنة صغارنا صغارنا يعرفون لهم ظهر بالدنيا ومدينة وناس وجيران وقرايب ما يقل لهم طفل غربة عراقيين ويموت اللعب بيهم يا طفل الناس ما نعتب على أهلك كنا غربة لاتنا احنا نشوف كل الحزن يا حبيب حبايب أهلا بكم سالتي الأفاضل الرحمة على شاعر الكبير المخضرم مظفر النواب رحمة الله عليه أو ناقش حقيقة حيثيات التشيع وإهمال النخب من كل الحكومات التي أعقبت 2003 مع ضيفي الدكتور علي الفواز نائب الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء دكتور حياك الله شرفتنا في هذا الحوار هل تعتقد أن التشيع كان مهيبا وهل فعلا يعني ما حصل اليوم يستحقه الكبير النواب أم أن التقصير كان حكوميا والغضب بدأ واضحا من خلال الميدان لهذا اليوم شكرا جزيلا يعني أولا النواب رمز وطني بكل ما تعني هذه المفردة ثقافي شعري سياسي اجتماعي إنساني وهذا ما جعل التشيع المهيب والكبير الذي حصل اليوم تجتمع في كل هذه النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية والشبابية بما فيها الشباب الاحتجاجي في تشرين بتقديري أن توصيف التشيع بالمهيب هو قد يكون أقل مما يقال لأن التشيع كان يمثل روح النواب المتوهجة روح النواب النقدية وأيضا يمثل الصورة التي كان يحلم بها النواب أن يشيع بهكذا جمهور محتدم لكن بعض التفاصيل التي حدثت في هذا المشهد بتقديري يعني لا تعبر عن التناغم مع ما كنا نريده أن يكون التشيع متزن أن يكون التشيع فيه من الصمت والجلال ما يجعل روح النواب حاضرة وفاعلة النواب كان ناقداً كان ساخطاً لكل الحكومات النواب لم ينسجم ولم يضع يده بأيدي أي حكومة عراقية منذ أن غادرها بعد عام 1963 هذا التوصيف يحتاج إلى مقاربة متزنة حتى لا نصف الأشياء بتوصيفات تخرجها عن السياق يعني اليوم الاحتجاج الجماهيري هو كان عفوياً يعني الاحتجاج غير مخطط إلى وهو طبيعي في ظل وجود ديمقراطية وظل وجود رأي ورأي آخر وجود هذا الجمهور المنوع يعني جمهور سياسي جمهور اجتماعي جمهور ثقافي جمهور إنساني جمهور شعبوي فمن الصعب جداً ضبط إيقاع هذا الجمهور صحيح أن كاتحاد أدباء كنا نحرص أن يكون التشييع مثل ما هي التشييعات الرموز الكبرى أن يكون فيه من الصمت والجلال بما يليق معروح النواب الكبيرة لكن ما حدث حدث لكنه بتقديري هو ليس يعني لا يشكل خروقاً ولا يشكل خللاً في مسار التشييع التشييع كان مهيباً وكان خارج التصور يعني كنا نعتقد أن ألف أو ألفين من الناس ستحضر هذا التشييع لكن هذا العدد تجاوزه بشكل كبير وفي النفوس كثير مما يمكن أن يقال جمهور لديه مواقف جمهور يعاني من مشاكل جمهور يعاني من انسدادات السياسة جمهور يعاني من ضعف الخدمات جمهور يعاني من موقف إشكالي مع السلطة السياسية هذا يعني هذه المسائل الموجودة لذلك كانت تعبير عنها بأي طريقة كانت بتقديري هو تعبير طبيعي جداً وأن بغي أن لا يضعه يخرجه البعض من سياق الاحتجاجي ومن سياق العاطفي إلى سياق آخر بحيث أنه يفسر أديولوجياً ويفسر بأنه سخط على موقف من شخص معين يعني حضور يعني لو لم ندعو أو لم يحضر رئيس الوزراء اليوم إلى هذا التشريع لقيل الكثير أن الحكومة متكبرة وأن الحكومة لا تراعي المتقف حضر رئيس الوزراء وحدث الذي حدث فأعتقد أن هذا الموضوع يعني ينبغي أن ينظر إلى بموضوعية وينظر إلى بمهنية وينظر إلى بصفة إنسانية نحن لا لدينا موقف من هذه الجاء أو تيك تمام تمام أفهم من كلامك أنه اتحاد الأدباء بصفة جنابك الكريم كنائب له حقيقة أنتم راضون تماماً عن حيثيات التشييع عن مشهد التشييع عن آلية التشييع التي حصلت اليوم بغض النظر عن السلوك الذي رافق مشاهد التشييع أسمح منك رسمية يعني مساء الطبيعية يعني ليش إحنا يعني الاحتجاجات الآن بالشارع موجودة أوكي أنتم راضين على التشييع يأتي مسؤول دكتور سؤال واضح والله بتجرد نعم اتحاد الأدباء هل راضية هل كان راضياً عن آلية ومشهد التشييع ميدانياً بوجود الجهات الرسمية نحن راضون نحن راضون نحن راضون عن التشييع بصفته الإنسانية وبصفته المهنية وكما قلت لو لم يحضر رئيس الوزراء ولم يحضر وزير التقافة لقيل تماماً بالنقيض أن عدم حضور هؤلاء يتغطرسون ويتعالون لكن نحن بالمناسبة حرصنا على أن يكون الانطلاق من اتحاد الأدباء لأن اتحاد الأدباء هو البيت الذي تشكل فيه أو تشكلت فيه ظاهرة النواب الثقافية منذ عام 1959 النواب اشترك مع الجواهري مع صلاح خالص مع المخزومي مع علي جواد الطاهر مع الفريد سمعان في تأسيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب فحرصنا رغم كل يعني معرفتنا بأنه أكو أمور تتحدث يعني بعض الاحتجاجات بعض المواقف لكننا حرصنا على أن يكون الانطلاق منه حضور رئيس الوزراء يعني أيضا حضور طبيعي لأنه مسؤول الدولة الأول ينبغي أن يحضر وينبغي أن يشارك لكن هذه التقاطعات التي حدثت هذه الاحتجاجات كما قلت لك أنا أنظر لها بشكل طبيعي لأنها تعكس الواقع العراق السياسي تعكس الانسداد السياسي تعكس طبيعة الجمهور وهذه مواقف يمكن تحدث في كل الشعوب يعني مثل ما حدثت قبل أيام حينما فاز ماكرون في الانتخابات وذهب إلى بعض المناطق لكي يجاهر ببرنامج الانتخاب برنامج الرئاسي الجديد بعضهم ضربة بالبيض وبعضهم ضربة هذه المسائل يعني أما أن تكون ديمقراطية ونتقبل فيها التفاصيل يعني دكتور يعني طبيعي طبيعي عذرا 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 لهذا الوصف لكن من خلال الشعارات طبيعي جدا تمام تمام بس اسمح لي دكتور هل طبيعي جدا أن يهار رئيس الوزراء في جنازة محترمة هل طبيعي جدا أن ترفع شعارات توهين دولة رئيس الوزراء مثلا هل أنتم مع هذا السلوك هنا سؤال يا رجل نحن لا نقبل أولا أولا رئيس الوزراء هو رمز رمز الدولة زين ورمز هيبتها نحن هنا نقبل أن يتعرض أي عنوان في الدولة العراقية إلى أي إلى أي موقف لكن مع ذلك الرجل حضر بمسؤولية رغم معرفته بأنه هناك كثير من الأشياء التي تحدث وهذه يعني مسائل حقيقة تحسب لرئيس الوزراء تحسب لرئيس الوزراء أنه رجل حضر إلى تشيع الجنازة وحضر إلى المؤسسة ونادرا بالمناسبة ما يحضر مسؤول الدولة العراقية إلى مؤسسة ثقافية ومؤسسة مدنية حضر الرجل وأدى سياقات التشري لكنه لا يمكن أن تضبط كموقت لك جمهور متعدد والاحتجاج موجود لكنه نحن تماما نرفض أي تعرض لعنوان رئيس الوزراء الذي حضر بمسؤولية إلى التشري تمام تمام بالمقابل دكتور أنا جدا أعز جنابك وأنت أستاذنا حقيقة في المجال الثقافة والأدب لكن خليني خليني أسأل جنابك هل أنتم راضون عن الإهانة التي أهانت كل الحكومات العراقية للمختربين يعني مهمة الحكومة العراقية اقتصرت فقط على الدفن هذا الشيء ما سمعنا يعني نعم نسمع مقالاتكم كتاباتكم الأعمدة التي تنتقد السلوك المقصر إزاء الكفاءات من مهندسين من الطباء من شعراء من علماء من أساتذة من نخب يا عزيزي يا دكتور ما سمعنا لكم هذا الشيء يعني هل تعتقد أن الحكومة العراقية فقط مهمة الدفن فقط أين الدور الخارجي لهذه الكفاءات لهذا الاحتواء من المخزي من المخزي أن يحترمون الغريب وابن جلتك هاملك هاملك عافق برة لا سفاراتك تشتغل ولا حد يتم بيك موقفكم دكتور تفضل إحنا بس خلنا بس اسمحل شوي بيها تحتاج إلى شيء من التفصيل فضل يعني أولا علاقة السياسي بالثقافي من عام 1963 إلى يومنا هذا هي علاقة أزمة كل الحكومات التي حدثت أما أن تأتي عن طريق الانقلاب السياسي والانقلاب العسكري وأما أن تأتي عن طريق الهيمنة والمركزيات الأديولوجية والاستبداد والقمع وبالتالي تسعى هذه الحكومات إلى جعل المثقف تحت عباءته وأي مثقف يتمرد تحاول أن تعمل معه والنواب كان واحد من ضحايا الحكومات الاستبدادية والحكومات القمعية أيضاً المنفى التقافي العراقي الذي يتجاوز عدد أكثر من خمسة آلاف متقف عراقي خارج البلد أيضاً هم ضحايا الاستبداد والهيمنة والمركز السياسي والأديولوجية بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق هذا الدولة الدولة تفككت بالكامل أغلب القوة السياسية أغلب الحكومات العراقية وهذه يمكن أن نقولها على العنن لم تكن هذه الحكومات تملك رؤية واضحة للبرنامج التقافي لم تملك رؤية واضحة لإعادة إنتاج مفهوم الدولة لتأسيس الدولة بوصفها مؤسسة وبنية يشتبك فيها المدني مع السياسي مع الاقتصادي مع الاجتماعي لذلك لذلك القصور التقافي هو جزء من الخلل الذي شقصنا وتحدثنا عنه الكثير لذلك لا نطالب وكأن القضية قضية إلها علاقة بالحكومة كل الحكومات التي بدأت من عام 2003 إلى يومنا هذا حكومات قطلت الملف التقافي وهمشت الملف التقافي ولم تعنى بالملف التقافي رغم تأكيدنا الدائم على أن الملف التقافي لا يقل أهمية عن الملف السياسي والأمني كل الأحداث التي تحدث الإرهاب العنف الكراهية التكفير هذا الصراع المدني الصراع الأهلي الذي حدث في المجتمع العراقي له جذور ثقافية يا أهل الخير يا أخوان يا دولة يا مؤسسات يا وزارات يا كذا حاولوا السعدون على أنه نحن نعيد ترتيب البيت التقافي العراقي حتى يمكن من خلاله إنتاج خطاب إنساني خطاب يدفع باتجاه يعني يدفع باتجاه البيت وهذه بالمناسبة يا عزيزي يا أحمد هذه لا تحدث بالنواية هذه تحتاج إلى تخطيط وإلى تمكين وإلى برامج وإلى مشاريع وإلى يعني تأطير مادي وموازنات القضية لا يمكن أن تبني وجدان الناس أو أن تعيد وجدان الناس لكي يقفوا بمواجهة هذه التحديات الكبرى هذا التاريخ المرعب من الاستبداد والخراب والاحتلال لا يمكن أن تصنع حتى بالنواية ونطالب أو نتحدث وكأننا يعني ساعدين على فراغ أظن أن القضية تحتاج إلى مراجع واليوم اليوم تحدث رئيس الوزراء في اتحاد الأدباء عن عن الخلل في هذا البرنامج وقال حينما رأى البناية ورأى الجمهور ورأى المكان يعني بأقول المكان المكان الضيق لاتحاد الأدباء قال ما معناه أنه نحن مقصرون أمام قامات الأدباء هذا الموضوع يعني إحنا لا أقول لك برني بنشتغل لوحدنا نحن ينبغي لنا أن نعيد تركيب أيضا العلاق مع المؤسسة وقد تكون دكتور فواز لوحدنا لا يمكن لنا أن نعمل حذراً على المقاطعة أعتقد أنه ما زاركم قبل ولذلك تفاجأ بالبناية صح؟ ما زاركم قبل طبعاً منصدم من البناية البناية اللي بلندلوس اللي أذكرني إلى الآن يمكن زار الاتحاد أي أي بداية شافة يعني أعتقد هذا الموضوع يعني إحنا مرد إحنا بالمناسبة لن طالب بسؤول حتى يزورنا ولا نطالب كذا حتى لكن إحنا نملك إحنا صناع رأي عام زين صناع الرأي العام عادة يصنعون خطاب هذا الخطاب ينبغي أن يوصل لصناع القرار السياسي صناع القرار الاقتصادي حتى يمكن أن يدركوا أهمية الملف التقافي العقل التقافي العراقي العظيم يعني تاريخ العقل التقافي واحد من أهم العقول العربية كل الحداثات كل الإنجازات كلها بدأت من العراق الثورات التقافية كلها بدأت من العراق من عام 1914 حينما كتب سليمان فايضي أول رواية أول رواية كتبها وصولا إلى إلى النواب إلى فاضل العزاوي إلى كل هذه الأسماء الكبيرة إلى الجواهر العظيم كل هذه الأسماء يا أخي كما قلت إحنا الآن اليوم أنا بتقديري اليوم بقدر ما صار اللي صار لكنه شكل اليوم صدمة ثقافية صدمة ثقافية للجميع هذه الصدمة ثقافية إذا قد راح تنتجنا دكتور فواس أهمية مناء المؤسسة أحسنت في سؤال أخير دكتور وأعتقد يعني إن شاء الله البلد ولاد مثل كفاءات لكن هناك استثناءات واضحة للكبير الراحل مظفر النواب يعني هذه المعاناة يعني الناس عايشة بالقدرة دكتور هل تعتقد أنها ستكون ولادة لشخصيات مثل مظفر النواب هل تعتقد أننا مقبلون على أنتاج عقول وقصائد وشخصيات وشعراء لأهم دنعيشها سفي ظل الاستبداد والحري مصيرنا ليس بجيد قياسا بالدول الأخرى دكتور هل تعتقد أن تكرار مظفر النواب سيكون يعني من خلال شباب من خلال هذه المعاناة التي دنعيشها تفضل بسؤال أخير ظاهرة النواب هي أيضا لم تكن وليدة رفاهية هي أيضا وليدة استبداد سياسي وليدة نقرة السلمان وليدة سجن الحلة وغير من الأسماء الكبيرة العراق التقافي العراق التقافي بهذه التسمية بين المزدوجين ولاد والآن يملك عقلا احتجاجيا وجيلا جديدا يدرك أو ينظر صحيح ينظر إلى المستقبل بغضب لكن بتقديري أن ما حدث اليوم العودة إلى اليوم أن ما حدث اليوم شكل هذه الصدنة أعتقد أننا مقبلون على سياغة سؤال ثقافي كبير هذا السؤال الثقافي هو الذي يمكن أن يؤثر على مجرى السياسة العراقية الأضطراب السياسي العراقي التشوهات الإنسداد السياسي بتقديري المرجعية العميقة لها سياغ ثقافية لأن الأغلب من أصحاب القرار السياسي لم يدركوا الجانب الثقافي أو البنية الثقافية العميقة داخل الدولة الدولة نظام الدولة قانون الدولة حق الدولة عدل الدولة حوار الدولة مشاركة هكذا هي بنية الدولة الدولة ليست مغانم ليست مصالح ليست يعني نتقاسمها الدولة بنية عظيمة ينبغي أن تبنى بالعقل يبني أن تبنى بالمنطق يبني أن تبنى بالرؤى الواضحة بالكفاءات والإمكانات العلمية نتحدث عن الثقافة ينبغي أن نتحدث عن التعليم الآن المؤسسة التعليمية هي أثر المؤسسات رداءة وبالتالي هي المسؤولة عن تخريج الأجيال الجديدة كل هذه الأمور كل هذه الأمور انكشفت اليوم يعني حينما نتحدث عن الخراب ينبغي أن نتحدث عن الخراب بكلياته دكتور شكرا بكل تجلياته وأظن أن نعفر واضح جدا إذن نحن على يعني على أعتاب وجود وحقيقة اكتشاف شخصيات يعني شبيهة بمظفر اللي لم نكن قريبة طبعا بسبب المعاناة والتحديات هو لا أحد يشبه أحمد أحمد لا أحد يشبه أحد أكيد أكيد لا أحد يشبه أحد لكن تجربة النواب تجربة تأسيسية تلهم الأجيال الجديدة القدرة على التجدد والقدرة على أن يكونوا المناسبين لزمنهم نحن نريد أبناء الزمن شكرا جزيلا دكتور علي الفواز نورتنا في هذا الحوار نائب الأمين العام شكرا لوجودك معنا لاتحاد الكتابي